أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى وأحداث تاريخية سردتها من قلب التراث هي ليست كتبة ولا روائية بل فنانة صاغت بخيوطها شخصيات لبنانية جنوبية لتروي حكايات ملوك وملكات كانت لهم قوة فاعلة غيرت وجه التاريخ إنها مصممة الأزياء اللبنانية هنادي عبود عرضت هنادي التصاميم في ختام فعاليات مهرجان لبنان إلى صور الذي نظمته جمعية صور بتجمعنا في مدينة صور اللبنانية حيث قدمت عرضا تراثيا مهيبا بين أثار المدينة العريقة نستقبل الآن مباشرة من بيروت مصممة الأزياء اللبنانية هنادي عبود وهي أيضا منصقة المهرجان صباح الخير ست هنادي يعطيك ألف عافية ورمضان كريم مرسي علينا وعليكم جميعا شكرا شكرا ببداية اللقاء مع حضرتك وكونك أنت المنصقة رات تعرفين أكثر عن المهرجان يلي هو مهرجان لبنان إلى صور خبرين عنه أكثر وعن فعالياته لبنان إلى صور هو مهرجان هي عبارة عن جمعية جمعية مدنية اجتمعت كرمالة فرج الوجه الحلو لصور طبعا صور بتنعاد من أنظف شتوط لبنان هايدي الجمعية اجتمعت تحتها تقول أنه فيه إشيات تانية حلوة بصور مثل الأماكن الأثرية مثل الأماكن المطاعم فيه كتير أسس بصور فيه الواحد يزورها ويكون مستفيد منها يعني أنا كنت عدو من الجمعية إذا بدك وكان عندي عرض تراثة بمكان أثري بجنوب لبنان ضوينا عليه على شخصيات تاريخية بحقبات تاريخية متتالية نعم هذا عرض الأزياء هذا سيد هانادي طبعا بما أنك ذكرت الموضوع هل يعني صممت الأزياء خصيصا لهذا المهرجان أم هي كانت أزياء لدى حضرتك وكان هذا المهرجان فرصة لعرضها لأنها طبعا أزياء من طراز خاص يعني بتحكي تراث تاريخ حكاية ملكات وملوك أيضا أكيد أنا خصصت كولكشن لهيدا العرض لهيدا المكان لقدسية هيدا المكان الجميل لأنه نحن عرضنا تقريبا بوجه الأثارات الرومانية اللي موجودة عنا بصور سوأنا عملت بلشته من الزي الفنيكة بصراحة كان أول مرة تجسد أليسار بشكل صحيح لأنه أنا درست النواحي النفسية لأليسار ملكة كارتاج بالإضافة إلى الألوان اللي كانت تستعمل بهذه الحقبة عم نحكي عن القرن السابع قبل الميلاد هانادي نحن هلأ عم نشوف بعض الصور كنا على الشاشة ومثل ما حضرتك قلت في عدة ملوك وملكات أليسار وأوروبا وكتير غيرهم خبريني عن أهم الفساطين أو اختار بعض الفساطين بس كنت أتكلم عنه أكتر شو هي الألوان اللي كانت موجودة شو اللوك كله اللي كان موجود ويلي بيجسد كان هالأمور أو هالشخصيات أليسار ملكة كارتاج أليسار طلعت منصور من القرن السابع قبل الميلاد ارتدت الزي الفينيكة تأثروا الفينيكيين بالكسرات اللي اشتغلوا فيهم الفراعنة مثلا ع أيام الفراعنة اشتغلوا الألوان الأرجوانية المشهورة اللي شفناه باللون الأوبرجين اللي لبسته ملكة جمال لبنان رهف عبد الله إذا انتبحتوا للصورة اللي ما رأيت فأنا اعتمدت على الأصل اللي كانت بوقتها مع الألوان اللي كانت تستعمل بالإضافة إلى الأكسسورات الخاصة بالزي الفينيكة يعني نحنا إذا منطلع من صلة الضوء على الأكسسوريز شوي رح نحسن أنه جايين من المتحف الوطني طبعا شاركني بهيدا العمل كتير ناس من ضمنهم دكتورة رانيا عمرو اللي هي دكتورة محاضرة بالجامعة اللبنانية بكلية الفنون هي اشتغلت أكسسوريز فينيكة لزي الفينيكة نحن جسدناه الأقرب إلى الواقع هل نقدر نستطيع بأن نقول أنه فتاة الجنوب عموما لها مثلا خصائص مميزة في أزياءها وتراثها عن بقية لبنان ستها نادي زي اللبناني تأثر بالمراحل والحقابات التاريخية بكل العوالم اللي كانت حواليه كان الفينيكيين منذ الأزل اللبنانيين إذا بد يكون الفينيكيين بالأخص بحارة بجولوا كانوا يتأثروا بالمدن اللي حواليهم وكان عندهم تبادل تجاري قوي فكان الزي لأ مختلط نوعا ما زي الجنوب فيك تقولي لأنه زي قروة كان شوي مغلق أكتر من غيره طيب يعني قبل شوي ذكرت أنه شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2010 رهف عبد الله وأيضا ملك جمال لبنان الحالي رامي عطلة بهالعرض الأزياء خبرين شوي كيف يعني أثروا هالملوك والملكات وكمان فيه يعني غيرهم من عرضي الأزياء اللبنانيين كيف أثروا هالعرض الأزياء وليش تم اختيارهم بصراحة نحن كل اللي كانوا بالعرض كانوا ملوك جمال مش بصراحة صورة عمي حتى الصبايا اللي شاركوا معهن ملكات جمال لبنانيات منهم ملكة جمال صيف لبنان ملكة جمال القارات كان عندي كذا ملكة أنا أصررت يكونوا ملكات لأنه نحن عم نجسد شخصيات تاريخية دو شأن يعني ما كنا عم نجسد أي شخصية حتى بس ما نركز على أليسار في أوروبا أوروبا أسطورة مشهورة بجمالها وبروعتها يعني كانت هي من خلالها تسمت القارة الأوروبية أوروبا وهي كمان بنت ملك صورة بنت ملك صورة صحيح فكنا مصررين نظهرهم بصورة ملكة يعني ملكة تنقل صورة ملكة هذا هو الهدف من اختيار ملكة جمال مش عرضة أزياء عادية إحنا طبعا وقتنا انتهى للأسف يعني سيدها نادي ولكن هل بنتوقع يعني مهرجان سيستمر السنة القادمة ربما بموضوعات أخرى لا أعلم من أين ربما من لبنان إلى منطقة أخرى غير صور يعني هل بنتوقع ذلك ليش لا طالما المهرجان كان ناجح والفكرة رأت رواج كبير أكيد منطورها ومنعمل كل سنة فكرة جديدة نشكرك شكرا جزيلا من بيروت مصممة الأزياء اللبنانية هنازي عبود وأيضا كانت منصقة مهرجان لبنان إلى صور شكرا لك شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك